اشتركوا في القناة للفصل الدراسي الثاني النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن درس في الادب بعنوان الشعر الوطني ربما يكون الشعر الوطني هو غرض جديد ظهر في العصر حديث ويمكن ظهوره ارتبط بمدرسة الاحياء والبعث او اللي احنا نعرفها باسم المدرسة الكلاسيكية ويمكن ظهور الغرض ده ظهر اكتر على ايد امير الشعراء احمد شوقي وشعر الشعب او شعر النيل حافظ ابراهيم النهاردة هنتعرف مع بعض على الشعر الوطني ايه مفهومه ايه ارتباط الشعر بالشعب ومدى تأثير الشعراء في حياة الشعوب وهل الشعر دور في اشعال الثورات والهاب حماس الجماهير يبدأ ترى ايه الموضوعات اللي ممكن يكون بيتناولها الشعر الوطني كل ده واكتر هنتبع مع بعض النهاردة من خلال درس الشعر الوطني لكن قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل لايك وشير وكمان لو لسه مشتركتش تشترك معانا في قناتنا قناة ليسكولا على اليوتيوب لما كنا بنتكلم عن ان الادب هو مرآته البيئة كان الهدف من الجملة دي ان احنا نتعرف على حاجة مهمة اوي وهي ان وظيفة الادب هي ان ينقل صورة واضحة عن كل ما يمر من احداث خلال كل عصر والان صورة حية للعادات والتقاليد اليومية طيب لما جينا قلنا ان الادب هو عبارة عن ثلاث عصور اتكلمنا على العصر الجاهلي وصدر الاسلام والعصر امه وويل عباسي يعني اربع عصور ادبية اتكلمنا عليهم قبل كده وبعد كده بدأ الموضوع يتطور ودخلنا على ما يسمى في العصر حديث بالمدارس الادبية في العصر الجاهلي يا شباب كان وظيفة الادب ان هو بين اللي مجرد صورة عن الصراعات اللي كانت موجودة بين القبائل وكان بقى الهجاء والفخر الذاتي ومجموعة من الاغراض لما انتقلنا لصدر الاسلام لقينا ان الادب كانت وظيف له ان لنا صورة عن الدعوة الاسلامية والفتوحات الاسلامية لما رحنا للعصر امه والعباسي كان الادب وظيفته نقل صورة عن الصراعات الحزبية اللي ظهرت في الفترة دي وكمان الجانب السياسي يبقى ببساطة اللي انا جايبه قدامك ده هو استعراض بسيط لوظيفة الادب في كل عصر من العصور اللي انت درستها معايا خلال الفصل الدراسي الاول وبداية الفصل الدراسي التاني علشان اوصل بيك لنقطة مهمة جدا ان في العصر الحديث ايه اللي حصل على الجانب السياسي اللي ممكن يأثر طبعا والجانب الاجتماعي كمان اللي ممكن يأثر على الادب تأثير القوي ده لو احنا جينا وبصينا في العصر الحديث بعد الاحتلال البريطاني لمصر 1882 قيام الصبر العربية اللي كانت بداية شعلة ومعركة كبيرة جدا ما بين الشعب المصري بقيادة احمد عربي وما بين خديوي توفيق والانجليز من ناحية تانية اللي نتج عنها في الاخر ان عربي اتهزم وتنفى خارج حدود البلاد واللي كان من ضمن قادة صفوف جيش عربي الشاعر الكبير محمود سامي البارودي المؤسس لمدرسة الاحياء والبعث فيما يأتي او فيما علمنا قبل ذلك طيب لو جينا بصينا مع بعض هنجد ان ظهر عندي مجموعة من الشعراء التي كانت تحب الوطن بدرجة كبيرة جدا رغم انه اصولها ليست تمتمي الى مصر فنجد معنا الشاعر احمد شاوي شاوي سافر لفرنسا على حساب الخديوي علشان يتعلم هناك ويدرس الحق لكن هو وزملائه نزوا مع بعض جمعية أسسوها اسمها جمعية التقدم المصري ودي كانت احد اشكال العمل الوطني ضد الاحتلال الانجليزي طبعا احمد شاوي كان صديق شخصي لمصطفى كامل ولما عاد احمد شاوي المصر لاحظ الانجليز ان شاوي تغير وبقى متحيز كتير جدا للخديوة عباس اللي كانت سلطته مهددة من ناحية الانجليز ولانه كان متحيز للمصريين ولان الخلافة العثمانية في الوقت ده كانت الخلافة الاسلامية بطبيعة الحال فالانجليز عمله ايه امونافو احمد شاوي الى اسبانيا وده كان سبب ان شاوي بدأ يطلع على ثقافات الغرب ومتابعة اخبار مصر من وهو موجود برا فكتب شعر كتير جدا عن التحركات الشعبية الوطنية اللي بتسعى من اجل تحرير الوطن طب انت مصطر لها عملت تحكي لناك كلام ده الكلام ده مش ميخصش الدرس الكلام ده ممكن على الجانب اللي موجود في الكتاب المدرسة مايخصش الدرس لكن الموضوع مهم جدا لان لو سيادتك بسيط لما قلت لك في الاول ان الادب هو مرآة البيئة فلو انت ما قدامكش الصورة الوطحة للبيئة اللي انت عايشها او اللي كان الناس دي عايشينها عمرك ما هتقدر تفهم المفهوم اللي انا بحاول اوضحه لك النهاردة اللي انا بسميه الشعر الوطني وازاي ظهر ما يسمى بالشعر الوطني نبدأ بقى واحدة واحدة كده في اللي يخصنا اوي اوي النهاردة اولا الشعر والشعراء لهم دور كبير في حياة كل شعب الشعر اللي دور والشعر اللي دور الشعر دوره ركز معايا عشان فيه فرؤات صغيرة مثل اطلق باتش دور الشعر تشكيل وجدان الشعوب الشعر بيعمل ايه بيشكل العاطفة لدى ابناء الشعب طب والشعر وظفته ايه الشعر هو اكتر انسان يشعر بآلام وعذاب ابناء وطنه ليه عم قالك والله لسببين اولهم انه بيسبق الاحداث الشعر يقدر يعرف ايه اللي ممكن يحصل لان عنده من الحس والعاطفة والبصيرة ما يؤهله لذلك ان كان صادقا الى جانب ان الشعر هو اللي بيشكل الموقف الشعوري تجاه الاحداث يعني لما بتحصل حاجة في الوطن اللي يقدر يسجلها لي على هيئة حاجة معروفة تعبر عني وعنك هو الشعر يبقى هنا في حاجة مهمة الشعر لو جينا اخدناه في الجنب كده الشعر بيعمل ايه بيشكل وقدان الشعوب طب الشاعر يحصل الموقف الشعوري خلي مالك بق duo الشاعر يساكل الوج بدا يا اسف الشاعر يساكل الوج كل الشاعر يساكل الموقف الشعوري تجاه اي حدث ممكن يكون بيمر بيه الوطن او ابناء الوطن في فترة الاستعمار كان لمصر والشعر المصري دور مهم جدا في كل الاحداث في الوطن العربي مش في مصر بس علشان كده هنلاقي ان الشعر المصري لعب دورا كبيرا في العصر الحديث في تحرير الامم والوقوف ضد الاستعمار فهنلاقي ان الشعر المصري كان له دور كبير في حاجتين ازكاء الثورات يعني اشعال الثورات ولو لاحظنا الثورات اللي قامت بسبب الاحتلال في الخمسينات والستينات من القرن الماضي هنجد ان اغلبها قامت وكان من اهم اسبابها هو الشعر الوطني الحماسي اللي انتقل الى الشعوب المجورة لمصر كمان الهاب او اشعال حماس الجماهير عشان تطالب بالحرية والحياة الكريمة في اوطنها يبقى ازا دور الشعر المصري بينقسم في نقطتين نقطة اشعال الثورات ونقطة حماس الجماهير والمطالبة بحريتهم خلي لا لا اللي قدامك ده هو اهم جزئية في الدرس تعرف دور الشعر ايه تعرف دور الشعر ايه تعرف دور الشعر المصري ايه تفرق حاجات تبني ان هي بسيطة سويرة لكن كل جزئية منها محتاجة منك انها تكون مركز اوي لان كل جزئية منها لو اطلق بط معها ده يعطي منك سؤال وطبعا احنا مش عايزين الكلام ده يحصل يبقى اذا لعب الشعر المصري دور كبير في العصر الحديث ايه هو دور الشعر المصري اشعال الثورات واشعال حماس الجماهير سبت يا عسيدي الكلمة دي واخدها على الاتنين اشعال ثورات واشعال حماس الجماهير حتى يطالبوا بالحرية والحياة الكريمة في اوطانهم طيب الشعر الوطني اللي بيعبر عن الاحداث العظيمة اللي بتمر بيها كل مجتمع او كل وطن يترى ايه هي اهم القضايا او الموضوعات التي تناولها الشعر الوطني يعني لو الشعر الوطني دلوقتي اصبح بالنسبالي وبالنسبالك كطالب ومعلم هو غرض من اغراض الشعر فيترى ايه الموضوعات اللي بيتناولها هذا الغرض الشعر الوطني بيهتم بالعديد من القضايا والموضوعات اولها الدعوة للتحرر من الاستعمار ده اساسي ده الاساس اصلا الدفاع عن الوطن وبذل النفس من اجله وجزل كل نفيس ديبقى التحرر من الاستعمار والدفاع عن الوطن فضح جرائم المستعمل لو بسيط لها بالترتيب هتلاقيها مهمة جدا انك تعرفهم بالترتيب وتمجيد بطولات من ضحه في سبيل الوطن من اجل الحرية والعدالة والمساواة نرجع لهم واحدة واحدة اهم موضوعات تناولها الشعر الوطني من قضايا اول حاجة بص الترتيب التحرر من الاستعمار خلاص الاستعمار موجود يبقى اول حاجة ان احنا ازاي نماشي الاستعمار من عندنا يبقى ان انا هدوع الناس ان هم يبدأوا يفكروا في نقطة التحرر من الاستعمار بعد ما نبدأ نشتغل عادي باشتغل نشابها الدفاع ابدأ ادافع انا اكيد لما هدوع الاستعمار المستعمر مش هيسبني فابدأ انا كمان ادافع عن نفسي وعن وطني ضد هذا المستعمر خلاص دفعنا اكيد هتبدأ يحصل ما يسمى بجرائم المستعمر ولكن انت ظهر عندي اصلا في مصر وكان في حادثة مشهورة جدا اللي هي حادثة دون شواي اللي كانت موجودة في احدى كرة مصر واللي مات فيها ونصبت المشانق والاعدام لمجموعة كبيرة من الفلاحين المصريين بدون اي زنب ففضح جرائم المستعمر طبعا الناس دي راح الضحايا يبقى تمجيد البطولات موضحا كيمة الحرية والعدل والمساواة يبقى اذا في موضوعات مهمة في قضايا بيتناولها الشعر الوطني الحديث اللي هو الغرض الشعري الجديد اهم الموضوعات دي هولها تاني وما تزهاش مني دعوة الشعوب للتحرم الاستعمار الدفاع عن الاوطان فتح جرائم المستعمر تمجيد البطولات لو انت فعلا عايز تذاكرهم وما يتنسوش خالص زبط ان انت تذاكرهم بالترتيب الترتيب هنا ضروري جدا لو جينا نشوف بقى مجموعة من الامثلة عن هذا الشعر اللي احنا بنسميه الشعر الوطني هاخد مثال عن فتح جرائم المستعمر قول الشعر المشهور ابي القاسم الشابي الشعر التونسي اللي بيقول الا ايها الظالم المستبد حبيب الفناء عدو الحياة سخرت بانات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه هنا الشاعر بيحاول يظهر ما يرتكبه المستعمر من فضائح بانه يعزف الشعوب ويتلذذ بسماع الامهم ودمائهم في رقاب كل واحد منهم من اهم شعراء الشعر الوطني ودول هنقسمهم مجموعتين مجموعة شعراء العصر الحديث والشعر المعاصر الحديث والمعاصر طيب اهم شعراء العصر الحديث اللي هم المؤسسين بقى يعني اعتبر ان المقصود بالحديث دي المؤسسين اللي هو البارودي طبعا احمد شوقي حفظ ابراهيم محمد عبد المطلب عبد القاسم الشابي ومجموعة كبيرة تانية طبعا من الشعراء دول بنسميهم ايه بالزبط كده شعراء العصر الحديث في الشعر الوطني الجانب الاخر وهو الشعراء المعاصرين او الشعراء العصر المعاصر اللي هو الاعتبر للحديث او بعد الحديث كمان اللي هو تعلم بعد الحرب العلامات التانية اللي هو الشعراء العراقية نازق الملائكة وبدر الشاكر السياب صلاح عبد الصبور وامل دنقل وفاروق شوشة فاروق جويدة الشعر الكبير محمد ابراهيم ابو سند دول شعراء مصريين وبطبعا نازق الملائكة العراقية وبدر الشاكر من سوريا اذا كان فيه ناس كتير جدا بتدعم هذا الاتجاه الوطني في الشعر شعراء من مصر ومن خارج مصر اسمناهم مجموعتين كلهم بيدور شعرهم على هذا المحور وهو محور الشعر الوطني ما بين شعراء الحداسة وشعراء المعاصر بكده نكون انتهينا من شرح درس الشعر الوطني اتعرفنا على تعريفه اتعرفنا على اهم شعراء الشعر الوطني اتعرفنا على اهم القضايا والموضوعات التي يتناولها الشعر الوطني وشوفنا بالنمازج وحلينا مع بعض اسفل فيديو النهاردة هتلاقي لينك موجود عليه تدريبات تفاعلية تبدأ ان انت تدرب نفسك اكتر واكتر وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته